كشف مصدر المسؤول في وزارة الطاقة السعودية عن حريق شبه في الخراطيم العائمة من منصة التفريغ التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان أثناء قيام قوات التحالف في اليمن مساء الأربعاء الماضي بتدمير زورقين مفخخين مسيرين عن بعد أطلقتهما الميليشيات الحوثية الإرهابية وأضاف المصدر أن الفرق المختصة تعاملت مع الحريق حسب القواعد المتبعة دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح كما أكد على أن المملكة تشجب هذا الهجوم الجبان مشددا على أن هذا العمل الإرهابي والتخريبي وغيره من الأفعال الإجرامية الموجهة ضد المنشآت الحيوية لا تستهدف المملكة فحسب وإنما تستهدف أمن الصادرات البترولية واستقرار إمدادات الطاقة للعالم وحرية التجارة العالمية كما تستهدف الاقتصاد العالمي ككل فضلا عن أنها تؤثر على الملاحة البحرية وتعرض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى جراء مثل هذه الأفعال التخريبية وكان التحالف العربي أعلن الأربعاء عن تدمير زورقين مفخخين والذين يمثلان تهديدا للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية وبين أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانا لإطلاق الصواريخ البالاستية والطائرة بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيا في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وانتهاك لنصوص اتفاق ستوك هولم لوقف إطلاق النار بالحديدة وشدد العميد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي وفي سياق متصل صرح مصدر عسكري بتمكن تشكيلات بحرية مساء الخميس بالتعاون مع قوات التحالف العربي من إفشال محاولة إرهابية بزورق مفخخ سيارة ميليشيا الحوثي عن بعد من الحديدة باتجاه طريق الملاحة الدولية في البحر الأحمر وذكر المصدر أن تشكيلا بحريا يتبع المنطقة العسكرية الخامسة استطاع السيطرة على زورق حوثي مسير قبل انفجاره بمعاونة قوات التحالف قبالة سواحل حجة وهما أكده التحالف في وقت لاحق اشتركوا في القناة